خلينا نتحول لموضوع تاني السنة دي فيه اهتمام كبير بتأهيل وتجهيز تقاوي القطن الجيدة والقدرة على انها تنتج سلالات نقية تقدر تدينا اعلى انتاجية المساحة المنزرعة من القطن الموسم ده وصلت لسبعين الف فدان متوزع على سبع اصناف لانتاج تقاوي الاساس والمعتمدة والجيدة موضوع مهم جدا يامنا معهد بحوث القطن هو معهد علمي محترم بيقوم بمجهود كبير جدا في مختلف محافظات الجمهورية المؤهلة لزراعة القطن لتحقيق انتاج سلالات نقية سنويا من جميع اصناف القطن المصرية واللي بيتم اصدار قرار وزاري سنوي بها وتوزحها على المراكز بالمحافظات هنعرف تفاصيل اكتر مع حضراتكم معنا على الهاتف الدكتور وليد يحيى وكيل معهد بحوث القطن للانتاج صباح الخير على حضرتك دكتور محصول مهم جدا محصول استراتيجي تتميز بمصر تاريخيا عايزين نعرف من حضرتك ايه هي نسبة المساحات المخصصة تحديدا للتقاوي من اجمال المساحة المنزرعة بالقطن على مستوى محافظات الجمهورية حواكي يا فاند بنساعدك والجميع السادة المشاهدين والجميع مزاريع مصر ان شاء الله ونتمنى موسم جيد وموسم ينم بالخير ان شاء الله لمصرين الحبيبة سنويا حضرتك بيصدر قرارين مزاريين من معالي وزير الزراعة والصفاح الاراضي القرار الاول بيمثل السياسة الصنفية وهو بيمظم عملية توزيع زراعة الاصناف القطن المطرية الموجودة على الخريطة الصنفية على محافظات نصر والمساحات الإدارية لها والقرار التالي هو قرار التركيز او مساحات التركيز اللي بنسميها مساحات التقاوي واللي بيحدد المناطق اللي بيزرح فيها مساحات التقاوي اللازمة اللي هيتم فيها عمليات نقاوة الغريبة والتقصال النبطات الغريبة والتفتيش الحقلي والحصول منها على كمية التقاوي اللازمة لزراعة كل المساحات المستهدفة في العام التالي السنة دي المساحة الإجمالية للقطن المنزرة على مستوى كمورية 310 ألف ستال من المتاحة دية أو من أي متاحة سماوية بيبقى فيه حوالي 20% من إجمالي هذه المتاحة بتضرع بيه التقاوي السلالات الجديدة والتقاوي المنطقة اللي هيتم إدراء كل عمليات اللي لازمة لي الإكثار عليها من نقاوة غريبة وستقصال نراتات غريبة وتفتيش حقلي وذلك ليه إنتاج التقاوي الجديد عندنا 73 ألف فتان منزرة على المستوى الكمهورية وهذه 70 ألف فتان لمتاحات الإكثار مقسمة لـ 7 على 7 أصناف هي الأصناف التجارية الموجودة على الخريطة الصنفية لو إحنا شفنا الصورة هللاقي أن أكبر صنف بيزرع في جمهورية مصر العربية وبيزرع تقريبا في 78% من إجمال المتاحة المنزرعة هو الصنف جيزة 94 وده من تحت التقاوي المخصصة للتنادي هي 30 ألف فتان الصنف جيزة 96 ومن تحت التقاوي بتاعته 4 ألف فتان الصنف جيزة 86 في محافظة البحيرة منذرع مساحة التقاوي منه إكثار 14 ألف وسبعمائة فتان الصنف جيزة 92 في محافظة دنيات 1520 فتان الصنف الجديد جيزة 97 مزروع منه 7161 فتان بالإضافة أن عندنا صنفين في محافظات الصعيد الصنف الأول وهو جيزة 95 وده مزروع منه 12 ألف وربعمائة فتان مساحات إكثار الصنف الجديد أكثر صنف على الخريطة الصنفية وهو الصنف جيزة 98 مزروع منه 667 فتان وده بمساحة إجمالية قدرها 70 584 فتان هي المساحة المخصصة لإنتاج تقاوي القطن هذا العام واللي هتطلع كمية تقاوي كافية لزراعة كافة المساحات المسادة فألعام المقر أكيد دكتور يعني إحنا عارفين إن المركز شغال على إنه هو يستنبط أنواع جديدة أو يواكب التغيرات إحنا شايفين الحر الشديد جداً اللي بتتعرض له البلاد والبرد الشديد برضو يعني تغيرات مناخية على مستوى العالم إزاي المعهد قادر إنه هو يواكب التغيرات دي بحيث إنه هو الأنواع اللي منزرعة ما يحصلهاش أي نوع من أنواع التأثر أو الدمج حضرتك أفن المعهد بحوث القطن بوزارة الزراعة مركز البحوث الزراعية بيقوم بعمل برامج تربية برامج تهجين وانتخاب للأطناف الجديدة للقطن اللي بتساير التغيرات المناخية والقادرة على تحمل التغيرات المناخية اللي موجودة حوالينا زي الموسم الصيف ده ارتفاع درجات الحرارة واللي بيكون ارتفاع شديد في بعض المناطق واللي بيؤدي إلى أضرار خاصة بالمحاطين لكن لو إحنا شفنا مبهود معهد بحوث القطن هنلاقي إنه أدى الصنف على الخريطة الصنفية ليه جمعا لي القطن هو الصنف جيزة 98 وده بيزرع في محافظة صهاج ومحافظة الوادي الجديد السنادي الصنف ده حضرتك أنتك في منطقة المحافظة المطعنة وده منطقة موجودة في اللقصر بين أربع جبال تصل درجة الحرارة فيها لفوق الكمسين درجة مقوية وتم انستنباط هذا الصنف ليتحمل درجات حرارة تسوق الكمسين درجة مقوية وبيبقى محصول ممتاز وبيتحمل كل التغيرات البيئية اللي موجودة حوالينا عشان كده إحنا عزلناه وزرعناه في محافظة صهاج وهيأخذ محافظة أسلوك إن شاء الله سنة جاية مع محافظة الوادي الجديد مع محافظة إتوشكة ولوينات وأي منطقة موجودة في مناطق مصر العليا الأصناف اللي موجودة فيه الوجه البحري الجديدة زي السوبر جيزة 97 أصناف مبكرة الإنتاج مبكرة النطج قطيرة العمر نقدر نزرحها بأرياحية كبيرة جدا بعد المحافظة الشتوية عندنا مشكلة مية ونقص مية الأصناف الستة اللي قراجها معهد بحوص القطن أجدت أصناف لمعهد بحوص القطن وروزارة الزراعة من القطن المصري أصناف مبكرة النطج قطيرة العمر موفرة للمية على الأقل من 15 إلى 20% من المقنن المائي لمحصول القط يعني بحسبة بسيطة هنقدر نقول إنها بتوفر الصنف ده بيوفر من 400 ل800 متر مكعب مية في عمر محصول القط لو إحنا دلاطناها بـ 300 ألف ستال هنلاقي بنوفر كمية كبيرة جدا من المية نستطيع بيها إن احنا نزرع محافظة استراتيجية أخرى أو نتوسط من حالة صحراوية أخرى يعني دكتور وليد يعني أفهم من كلام حضرتك نقطتين مهمين جدا إن الأصناف الجديدة دي بتعمل على زيادة الانتاجية من ناحية ومن ناحية تانية توفير المياه وده نقطة في غاية الأهمية السياسة العامة نحو ترشيد استهلاك المياه بشكل كبير تحديدا في قطاع الزرع بالإضافة النقطة يا سندم تانية هي المحافظة على صفات الجودة القياسية من طول تيلة ومتانة ونقومة وانتظامية ألياف اللي خلقها للأطن المصري المكان المرنوقة في السوق العالمي والتي لا يضاهيها ولا يوجد معه أي طنف أطن من أي دولة تانية في العالم ده شيء عظيم جدا ده شيء عظيم جدا ده شيء عظيم جدا ده نطلع أصناف عالية الانتاجية غزيرة المحصول قطيرة العمر موفرة للمياه متحملة للظروف البيئية الصعبة ودرجات الحرارة العالية بالإضافة إلى أننا محافظين على صفات الجيلة اللي خلقها للقطن المصري المكان المرنوقة في السوق العالم وده اللي بيميز دايما القطن المصري في أسواق العالم كلها سؤالي لحضرتك هنا دور الإرشاد الزراعي أو توجيه إخواتنا وأهلنا من المزارعين والفلاحين تقديم النصائح ليهم لاستخدام مثل هذه السلالات الجديدة وإزاي يتفادوا أي مشكلات ممكن يتعرض لها المحصول عايز أقول لحضرتك فاندل أن أي تقدم زراعي وإنتاج لأصناف جديدة سواء عالية المحصول أو عالية الصفات في الصفات الجودة بدون تواجد إرشاد زراعي يكون هو حلقة الوصلة ما بين البحث الزراعية وما بين المزارع اللي هو عصب الاقتصاد الزراعي ورقم واحد فيه خريطة الإنتاج الزراعي بالتالي يبقى إحنا ما فيش أي تقدم عشان كده معهد بحصول أوطن إحنا بنقوم بداية من نهاية شهر يناير وبداية شهر كبراير من كل عام ببداية ندوات إرشادية في جميع محافظات الجمهورية للتزرع أوطن الـ 14 أو الـ 16 معافظة بنقوم بتعليم المزارع والمرشدين الزراعيين ومندوب المكافحة والمحافظات على الأصناف الجديدة والاستفاد والتوصيات الفنية المستليهم وعشان ينقلها للمزارع بنعمل تدريب لكبار المزارعين اللي بيكونوا هم أصحاب القادة وأصحاب الرأي والذي ينقلوا للمزارعين التوصيات الفنية بنعمل حقوق إرشادية في جميع محافظات والمراكز الإدارية في الجمهورية بنعمل حاجة يسمع الحقل الإرشادي في كل جمعية زرعية وهذا الحقل بيتواجد فيه باحث الـ يتواجد فيه المرشد الزراعي بنقوم فيه بعمل كافة التوصيات الفنية المثلة اللي بتبديني الإنتاجية العالية أعلى إنتاجية من وحدة المساحة للطن بيتواجد المزارعين حوالينا في كل زيارة عشان يتعلموا من الحقل الإرشادي إزاي يقدر يقوم بهذه التوصيات الفنية للوصول إلى أعلى إنتاجية من وحدة المساحة وبالتالي زيادة رفعية المزارع وزيادة الإنتاج القوى أكيد كل شكرا لك الدكتور وليد يحيا وكيل معهد بحوث القطن للإنتاج شكرا جزيلا لك